على مساحة 550 دونما في محافظة السليمانية افتتح اكبر مشتل للورود في العراق من حيث المساحة نحو 6 ملايين وردة واكثر من مليون شتلة خيئت للتسويق في هذا المشروع الوليد كمرحلة اولى كما يقول مدير المشتل على ان يتم انتاج عدد من المحاصيل الغذائية في مرحلة لاحقة حيث يسعى القائمون على هذا المشروع الى الابتعاد كليا عن استخدام المواد الكيميائية في انتاج المحاصيل يوجد في مشتلنا 600 نوع نادر من الشتلات الغربية وبيوت خاصة للبذور والسمات وطموحنا ان نسوق انتاجنا الى كل العراق وباسعار زهيدة البيع بسعر زهيد للزبون يمثل اولوية بالنسبة لاصحاب مشتل السليمانية كما ان مشروعهم هذا يمثل فرصة جيدة لاصحاب محلات بيع الزهور الذين لا يحبذون استيراد الزهور من خارج العراق مشروع كهذا يسعدنا شراء الزهور باسعار مناسبة هو افضل بكثير من استيرادها بتكلفة اكبر اتمنى نجاح المشروع وستكون الزهور متوفرة في كل الاوقات يأتي الزائرون الى هنا ليخففوا عن انفسهم ضغوط الحياة ومشاكلها ولينالوا قسطا من رائحة الورود المتنوعة بألوانها الزاهية والله مشروع جميل جدا وما شاء الله احنا فرحانين بهذا المشروع ونتمنى بكل العراق يعني مو بس بالشمال بالوسط وبالجنوب ونتمنى دعم حكومي يعني احسن ما تستورد من الخارج ورود واشجار احنا منا انتاج محلي كذا احنا نشجح هذا الشيء ويتألف مشتل السليمانية الجديد من ثلاث قاعات كبيرة مساحة الواحدة منها عشرة الاف متر مربع لانتاج الورد اضافة الى معرض للبيع مساحته عشرون الف متر مربع ومعمل لانتاج السماد ومعمل لزراعة البذور وتهدف خطة التسويق في هذه المحمية الى منافسة المواد الزراعية القادمة من خارج العراق